أمسي طيبة للجميع مشاهدين الكرام مهنم بكم إلى هذا اللقاء خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ضمن طيارات غربية شمالية غربية على حوض المتوسط وكذلك شمال البلاد سحب ستنتشر تقريبا على كافة المناطق الشمالية السحرية وحتى المرتفعة طوال هباب هبوب رياح قوية ضمن طيارات غربية شمالية غربية قد تصل 60 كم في الساعة على كل من السواحي الوسطى وكذلك الغربية سحب سوفلة واخر النهار ستخص منطقة الوحات أجواء رعدية على أقصى الجنوب ورتفعة الوقار والتسليق خلال هذه ليلة وخاصة صباحة الغد 7 درجات فقط كدرمي قياس على المنشرين عاما والبيض نقاييس ما بين 17 إلى 18 درجة على الوجهة السحيلية ننتظر 17 درجة على تيندوف 27 درجة على الصحراء الوسطى كذلك ولاية إليزيد ترتفع 29 درجة لأقصى الجنوب بما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحر القسوى ستعريب بعض الارتفاع الطفيفة على الوجهة السحيلية الوسطى وكذلك الشرقية لتقالب 30 درجة ننتظر 26 درجة على وهران 22 درجة على تيزي وزوم عسكر غليزا وشلف 21 درجة فقط على المنشرين عاما والبيض 39 درجة على بشار 30 درجة على التمنى لستوحتى على أدرار 40 درجة لإنسالح ترتفع إلى 43 درجة على أقصى الجنوب بما البحر خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله بحر هائج على السواحي الغربية والوسطى قليل اضطراب على السواحي الشرقية رياح ضعيفة شرقا لكن ستشتد على الوجهة الوسطى وكذلك السواحي الغربية لتصل غاية 50 كم في الساعة والبقية تكون إن شاء الله خلال يوم الجمعة اضطراب جوي سيخص الوجهة الغربية وكذلك السواحي الوسطى احتمال بعض الأمطار أكثر غزارة عن الوجهة الغربية قصة المرتفعة الداخلية تحت وقه رعود دائما هبوب رياح قوية الوجهة السحرية الوسطى وكذلك الغربية الأمطار ستمتد إلى غاية مناطق الجنوب الغربي درجة الحرف تراجع على الوجهة الوسطى والغربية تبقى فصلية على الجنوب خلال نهاية الأسبوع إن شاء الله خلال يوم السبت تحسن في حالة الطقس رغم ذلك بعد انقشاع الضباب على الوجهة الساحلية وكذلك المرتفعات طوال الهضب فالأجواء تصبح مشمسة مع هبوب دائما رياح قوية قد تصل غاية 60 كم في الساعة الوجهة الساحلية الوسطى والغربية حتى على المرتفعات الداخلية الغربية سحب ستنتشر على شمال الصحراء أكثر كثفة على مناطق الجنوب الغربي خاصة على منطقة تندوف أمطار تحت وقع الرعود درجات الحرارة في استقرار خلال بداية الأسبوع إن شاء الله أجواء مغاشات تقريبا على كافة المناطق الشمالية سحب عابرة ستخص شمال الصحراء أقصى الجنوب لكن أكثر كثفة على منطقة تندوف احتمال بعض الزخات من المطار تحت وقع الرعود درجات الحرارة في ارتفاع خاصة على الوجهة الوسطى وكذلك الغربية خاصة على المرتفعات والهضب والهضب وقت غرب الشمس اليوم الغد على مصالة عاصمة سيكون بحول الله في تمام السادسة 37 دقيقة أشكركم على المتابعة أمسي طيبة للجميع في أمان الله شكرا أمان الله